اشتركوا في القناة إن تعرضت إيران لأي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية على خلفية اتهامها بالمسؤولية عن هجوم أروكو السبس الماضي وفي تصريحات صحفية لشبكة CNN قال وزير الإيراني أقول بكل جدية إننا لا نريد حربا لا نريد الدخول في المواجهة عسكرية لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا وفي وقت سابق الخميس أشار ضريف في ثغريضة على حسابها على تويتر إن إطلاق تعبي عمل من أعمال الحرب على الهجمات التي استهدفت موقعين نفطيين سعوديين ربما كان يهدف لاستدراج الرئيس الأمريكي ليشن حربا على إيران وأضف عمل من أعمال الحرب أم إثار للحرب بقايا الفريق بي يحاولون استدراج دولانتراب لخوض حربا ويقصد الضريف بالفريق بي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو وولي العادي السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي السابق جون بلوثون الذي أقاله ترامب لاحقا وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تسأل إعجاب والاشتراك في القناة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلوا ككل جديد اشترك الآن